أرحب بكم جميعا من ممثلي الدول الأعضاء رؤساء الاتحادات التابعة لجامعة الدول العربية وممثليهم وأبارك لكم انعقاد الدورة الرابعة عشر للمكتب التنفيذي بمجلس وزراء الإعلام العرب كما أبارك لبغداد نجاحها في عقد اجتماعات فريق العمل المعني بإعداد مسودة الضريبة الرقمية واللجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة العراق للمرة الأولى وأبارك للدكتور معالي الدكتور نبيل جاسم على ترؤسه واختياره لرئاسة هذه اللجنة وأقدم وافر شكري لفريق الأمانة الفنية في جامعة الدول العربية ولفريق هيئة الإعلام والاتصالات الذين يواصلون الليلة بالنهار من أجل إنجاح هذه الاجتماعات ولا يفوتني أن أشكر معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي على حضوره منذ اليوم الأول لهذه الاجتماعات بالإضافة إلى كافة الضيوف ممثلي الدول العربية من خارج العراق ومن داخله لا سيما سفارات تلك الدول وسفرائها والعاملين فيها والشكر الكبير لدولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي ومكتبه ووزارة الخارجية والدائرة العربية فيها ودائرة المراسم في رئاسة الوزراء وكافة الجهات التي ساهمت في إنضاج وإنجاح هذه الاجتماعات كما أسجل عتبي وعتب العراقيين على أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب الذين كان من المؤمل حضورهم إلى مدينة السلام والنصر والحضارة بغداد منذ عدة أشهر وأعناقنا مشرئبة لقدومهم لم ندخر جهدا ولا محبة من أجل إقناعهم بالحضور ليختسلوا تحت شمس بغداد ويشربوا من دجلتها العذب ليشاركوننا أفراحنا بالحياة التي أعادها العراقيون بدمائهم إلى مدينة الألف ليلة وليلة التي استعادت ألقها ودورها في المحافل الدولية والعربية وسجلت حضورها في قضاياهم كلها لكن أصحاب المعالي الغائبين الحاضرين بممثليهم الكرام أصحاب السعادة والسيادة السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي نرحب بدورهم كعراقيين وسوف نلتمس لمن غاب منهم ألف عذر ونحملهم على أكثر من سبعين محمل المهم لدينا الآن هو حضوركم في هذا الاجتماع فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى ولا نريد منكم إلا أن تنقلوا الصورة الحقيقية لبغداد وهي بكامل عافيتها الأمنية وأناقتها وحضارتها وانتصاراتها لأنكم رسل محبة وأمان وشهود حق على دفء حضن بغداد وحلاوة محبتها لكم لا يخفى على أحد منكم أهمية الإعلام وخطورة تحولاته التكنولوجية وسرعتها التي لا تتناسب مع بطء خطواتنا العربية نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا في الجامعة العربية والمكتب التنفيذي واللجان التي يشرف عليها من أجل اللحاق بركب التكنولوجيا المتقدمة التي حولت كل وسائل إعلامنا الكلاسيكية إلى خانة التراث ليحل بدلا عنها الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي بما تحمله من مفاجآت لحظوية لسنا قادرين على مواكبتها أو تنظيمها أو التكيف معها لأنها محمية من الجمهور المستخدم لها بسهولة علينا أيها الجامعة العربية والدول العربية أن نختصر الزمن ونسبقه بخطوات عديدة لحماية المستهلك العربي من اختراق التكنولوجيا بوضع خطط واتفاقيات وآليات من أجل التنظيم وليس الرقابة وتحديد الحريات أو تقييدها بهذه الطريقة البطيئة سوف نجد وزارات إعلامنا ومؤسساتنا الإعلامية خارج سباقات الزمن الجديد لذا أدعو الدول الأعضاء إلى مغادرة الروتين والبيروقراطية في التعامل مع التحولات التقنية والتكنولوجية في الإعلام العرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة